فخامة الرئيس فولاديمير زيلينيسكي رئيس دولة اوكرانيا فخامة الرؤساء الافارقة السيدات والسادة الحضور اسمحوا لي في البداية ان اشكر الرئيس زيلينيسكي والشعب الاوكراني على حفاوة الاستقبال بالرغم من التحديات الكبيرة القائمة لقد كلفني فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية بالمشاركة في هذا الوفد الافريقي للمساهمة في تسوية الازمة الروسية الاوكرانية لما خلفه الصراع العسكري المحتدم من فقد للارواح سواء العسكريين او المدنيين وتدمير واسع النطاق ادى الى معاناة الملايين من المدنيين كما طالت تداعيات الازمة القارة الافريقية وشعوبها اذ يشعر المواطن الافريقي بتأثر حياة اليومية سلبا جراء افتقاري الى الاحتياجات الاساسية ويأتي في مقدمتها الاسمدة والحبوب وهو نقص يتعلق بامنه الغذائي لا سيما ان صادرات كل من روسيا واوكرانيا من القمح تمثل ربع السوق العالمي ومنسمى كان لزاما على زعماء القارة الافريقية ان يقوموا ببزل مساعيهم حقنا للدماء وتداركا لتلك الاثار السلبية وتدعياتها على حياة مواطني طرفي النزاع وحياة المواطن الافريقي منذ الدلاع العمليات العسكرية بين الجانبين تبنت مصر موقفا يعلي من مقاصد واهداف ميثاق الامم المتحدة ومبادئ القانون الدولي بما في ذلك سيادة الدول والحفاظ على وحدة اراضيها وتسوية النزاعات بالوسائل السلمية وهو الموقف الذي عبرنا عنه بشكل واضح في كافة المحافل الدولية والاقليمية والذي ما زالت تنطلق من خلاله جهود مصر الرامية الى تحقيق السلام عبر جهد افريقي مشترك مخلص وصادق يهدف الى وضع حد للنزاع عبر وقف اطلاق النار وبدء مباحثات بناءة تفضي الى ارساء تسوية عادلة ومستدامة للنزاع تضمن صون السلم والامن الدولي وتنهي المعاناة الانسانية التي تلحق بالمدنيين لقد استمعنا لرؤية فخامة الرئيس زلينيسكي للازمة الجارية وتداعياتها المتزايدة وتناولت مباحثاتنا شرحا واضحا ومفصلا للمسعى الافريقي الذي يأخذ في الاعتبار ما افرزته هذه الازمة من تداعيات وما ولدته من تحديات تدفع باهمية التحرك لتسوية الازمة بعيدا عن الجمود وبعدا عن لغة القوة مع اللجوء الى تبني نهجا اكثر تفاهما يؤكد ضرورة التحرك مع كافة الاطراف من اجل التوصل الى حلول سياسية وسلمية للمشكلات التي ادت الى اندلاع هذه الحرب ولقد لفتت مصر في اطار تحركاتها مع كافة الشركاء الدوليين الى ضرورة العمل على حجد الجهود الدولية لنزع فتيل الازمة بدلا من التصعيد وتأجيج الصراع ومن هنا جاءت بعثة الرؤساء الافارقة الى البلدين في ظل ظروف بالغة الصعوبة والتعقيد ولعل في ذلك دلالة واضحة على ان هذا الجهد صادق وان هذا المسعى المشترك جاد ويهدف الى التوصل لتسوية مستدامة للازمة وارجو لمساعنا الافريقي المشترك ان يترك صداه كصوت للعقل وتغليب للحكمة وانتهاج لطريق الرشاد وسوف نواصل جهدنا الافريقي المشترك لتحقيق الهدف الاسمة وهو تحقيق السلام وشكرا لحضارتكم جميعا شكرا للمشاهدة